أهلاً وسهلاً بكم في أصل الحكاية ومعنا الدكتور مهند العز الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحديث اليوم عن البطالة والعمالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة أهلاً وسهلاً بك دكتور صباح الخير الله يساعدك كل عام وأنت تبقى ألف خير يا رب أهلاً وسهلاً شرفتنا الله يساعدك أهلاً وسهلاً دكتور بداية يبدو أنه مدخل حديثنا عن موضوع 176 شخص اللي ديوان الخدم يخاطب فيهم مجلس الوزراء لتعيينهم قبل فترة وتم تعيين عدد منهم خارج قوائم المنافسة فحالياً قبل أيام الخبر كان يقول أو أعيد الحديث عن هذا الموضوع فشو أصل هذا الموضوع؟ هو أصل الموضوع أنه ديوان الخدمة المدنية وهي شهادة حق هو من المؤسسات القليلة التي تسعى بشكل جاد أنه تعزز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة فأخذوا مبادرة وخاطبوا رئاسة الوزراء من سنة ونوص زي ما تفضلت بأنه يجب توظيف مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة خارج نطاق التنافس وتم اقتراح رقم 176 عشان يتوظفوا على دفعات بحيث كل سنة يتم تعيين 59 شخص من ذوي الإعاقة بالفعل تم تعيين 59 شخص بالسنة الماضية السنة هي بسبب محالة الحضر وما تبعها من قرارات متعلقة بوقف التعيين أعتقد فيما أعلم أنه رح يتأجل تعيين الدفعة الثانية للسنة القادمة وتليها الدفعة الثالثة والديوان أيضا في لقاء قريب وعد بأنه يستمر في هذا النهج بحيث يحاول أنه يعزز أو يفتح فرص لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة بقدر الإمكان في الدوائر الحكومية نعم 100% طب بس دكتور يعني عشان هذا الموضوع نشمله كامل شو كان السبب بطلب تعيين هذا العدد؟ بتعرف التشغيل والوصول لسوق العمل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة أمر في غاية الصعوبة وصعوبته بتكمن في أمرين الأمر الأول الصور النمطية اللي سائدة عند صاحب العمل أصحاب الأعمال عندهم اعتقاد للأسف سائد بأنه إذا كان الشخص لديه إعاقة فهو بالضرورة غير قادر وغير لائق صحيا وهذا يعني بعززه للأسف بعض الأنظمة والتشريعات اللي بتعتبر أنه الأشخاص ذوي الإعاقة حكما غير لائقين بغض النظر عن مؤهله بغض النظر عن تهيئة بيئة العمل بغض النظر أنه بجوز إذا وفرنا له وسائل معينة أنه يكون قادر على العمل الأمر الآخر أنه بيئات العمل نفسها بيئات غير داعمة يعني بيئات غير مهيئة ليس بها إمكانية الوصول وغير مجهزة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة لذلك يعني مجرد كليك على الإنترنت راح تشوف مفارقات غريبة بتشوف أنه في أطباء مكهوفين وفي جراحين عندهم شلل دماغي بأميركا وأوروبا بينما عندنا مجرد أنك تطرح فكرة أنه طبيب يكون كفيف أو جراح يكون عنده شلل دماغي أو محامة أصم بيأخذوها على سبيل النكتة أو المفارقة الغريبة ما حدا بيصدق يعني بكل أسف يعني نعم دكتور بالنسبة للتشريعات مثل إيش التشريعات التي تعزز هذه الفكرة في نظام يعني دائما أنا بحكي أستاذ هيثم أنه للأسف نقطة سودة في صفحة بيضة ناصعة في منظومة تشريعاتنا الخاصة بالإعاقة عنا من أفضل قانون بدون مبالغة من أفضل قوانين العالم فيما يتعلق بتنظيم حقوق الأشخاص والإعاقة يعكر هذه الصفحة نظام اسمه نظام اللجان الطبية صدر سنة السبعة وسبعين هذا النظام بمنتهى البساطة أو الاختصار بيحكي أنه إذا أنت كنت لديك إعاقة أو مرض مذكور بالجدول رقم واحد اللي هو ملحق بالنظام فأنت حكما لا يجوز تعيينك في القطاع العام مش إنه بدنا نفكر لا لا يجوز تعيينك في القطاع العام لما بتقرأ الجدول مش تارك حدا كفيف أصم عنده إعاقة حركية أمراض مختلفة كل هدولة بالنسبة لهذا النظام حكم مسبق قاطع بأنه لا يجوز أن يعين بالقطاع العام ليش؟ لأنه اللي وضع هذا الجدول والوضع هذا النظام افترض سنة السبعة وسبعين أنه هؤلاء الأشخاص لا يمكن أن يؤدوا الأعمال اللي مهما كان نوعها في الدوائر الحكومية لذلك في ناس فقدت فرص عملها في ناس إجتنا على المجلس راجعتنا ناس منسبة كانت للضريبة ناس منسبة لبعض الوزارات لأنه تقريره مكتوب في غير لائق استنادا لهذا الجدول رفضوا تشغيله وبنقعد طبعا يعني اتصالات وبنستعين بديوان الخدمة وبنستعين بالناس اللي متفهمة في هذه الدائرة إلى أن يتم استيعاب هذا الشخص وبعض الأشخاص ما تم استيعابها تم رفضها تماما وفقدت وظيفتها نعم طب دكتور موضوع الأربعة في المية يعني القانون يقول أنه يجب أن يكون هناك أربعة في المية من الأشخاص ضوئة لعاقة من نسبة العاملين سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص هذا القانون ما بتعارض مع هالتشريع اللي حضرتك عم تحكي عنه؟ بتعارض بالتأكيد بتعارض كل شي بتعارض مع هذا التشريع اللي أنا حكيت عنه هذا التشريع يعني أنا ما شفت زيه في أي دولة في العالم لكن الأربعة في المية هي من نسبة الشواغر مش العاملين أستاذ هيثم بمعنى إذا عندك شركة وصار عندك عشر شواغر عشر وظائف فاضية لازم تخصص أربعة في المية منها لتشغيل الأشخاص ضوئة لعاقة هذا للأسف يحتاج إلى مزيد من الرقابة والتطبيق بواجهنا تحدي كبير في القطاع الخاص إنه مش مطبق نعم بالقطاع العام دكتور عفوا للمقاطعة هل يوجد أربعة في المية من الأشخاص ضوئة لعاقة عاملين أو يعني عم بتسفيدوا من فكرة الشواغر هاي مش بكل الدوائر دوان الخدمة المدنية داخل الدوان مستوفيين النسبة وزيادة يمكن المجلس عندنا مستوفي النسبة يعني إحنا يمكن نسبة العاملين عندنا من ذوي الإعاقة بتوصل لـ 13 أو 14% بس معظم الدوائر الحكومية لا مش مستوفية هذه النسبة نعم مين بنراقب هذا الكلام؟ يعني يفترض أنه في القطاع العام إحنا راقبنا ورصدنا بتقريرنا اللي طلع السنة الماضية التقرير السنوي عن أوضاع حقوق الأشخاص ضوئة الإعاقة وأشرنا بوضوح أنه هذه النسبة في القطاع العام والقطاع الخاص غير مطبقة القطاع الخاص المفروض اللي يراقبوا مفتشين وزارة العمل اللي هم عددهم قليل جداً حوالي 190 مفتش فيما أعلم على أكثر من 4000 منشأة فشو ما عملوا مش راح يلاحقوا لا يراقبوا الكوتا ولا غيرها يعني بحاجة أنه يكون فيه مزيد من مفتشين العمل نعم 100% نعود للموضوع الأول عفوا دكتور أنا قاطعتك موضوع تعارض فكرة الأربعة بالمية مع التشريع الأول وفكرة يعني اللي شو عم بصير حالياً على أرض الواقع بين هذا التشريع وبين هذا القانون يعني منتهى البساطة تخيل أنت في رؤية مثلاً أجيت حكيت والله أنا فلنفرض أنه رؤية يعني جهة حكومية لأنه اللي أنا حكيته هو نظام يتعلق بالوظائف الحكومية حكيت أنا والله بدي أوظف بدي أطبق الكوتا وأوظف أربعة في المية وعندي مثلاً بدي محاسب بدي قانوني بدي كذا بيجيك الشخص بتقدم لك بتقرأ في تقريره إيه والله غير لائق طبياً مكتوب له فما بتوظفه ليش لأنه غير لائق طبياً ليش لأنه النظام اللي جاني الطبية بيحكي أنه مذكور بالجدول رقم واحد وبالتالي هو حكماً غير لائق فما بتوظفه بسم الله دكتور أنا يعني فعلياً مش فاهم هاي الفكرة يعني هو برح يقدم على دوان الخدمة المدنية واللجنة رح تحكي عنه غير لائق بعدين لازم أنه يتنسب ويشتغل فهو فعلياً نحن بنكتب عليه غير لائق وبعدين بنسوي إجراءات خاصة فوق العادة عشان نوظفه وهيك بصير؟ بالزبط بالزبط هذا اللي بصير الديوان بنسبه بيروح للوزارة بحكوله أنت غير لائق طبياً ما منقدر نعينك برجع وين بيجي عنا ولد دوان بحكولهم حكولي أنت غير لائق برجع الديوان بخاطب الوزارة بحكي لهم من جماعة هذا معين على الحالات الإنسانية فبتيجي الوزارة يا إما بتصر على رأيها وبالتالي بدي يروح على لجان طبية عليا عشان يقنعهم أنه هو لائق ويغيروله التقرير وهذا نادر ما بصير بصير لكن بحالة نادرة أو إما وهاي اللي بصير في أغلب الأحيان للأسف أنه بتطر الديوان آسفاً أنه ينسب لجهتان يتكون أكثر تفهماً وبيضيع عليه شهور وهو بيستنع بينما يتعين بهذه الجهة الثانية نعم طب ليش عمل ناقد أنفسنا هيك؟ الأخطر من هيك أنه اللي عامل المشكلة نظام والنظام أقل من القانون يعني القانون عندنا واضح بحكي أنه لا تحول الإعاقة دون اعتبار الشخص لائقاً صحياً هيك القانون بحكي بيجي نظام بخالف القانون واللي بأخذ الأوليو في التطبيق النظام يعني وضع جداً مقلوب أنا كرجل قانون بالنسبة لي هاي يعني من أغرب الأشياء اللي بشوفها بحياتي نعم نعم دكتور لكن عشان نحط الناس بالصورة دولة رئيس الوزراء وافق مؤخراً مشكوراً بأنه يتم تشكيل لجنة عاجلة يجب أن تنجز عملها خلال شهر من المجلس ووزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية وديوان التشريع والرأي عشان نتقدم بتوصية لتعديل هذا النظام فهذا الموضوع نأمل إن شاء الله إنه خلال شهر بالكتير شهرين يكون منتهي ونكون حلينا مشكلة إلهم وتراكمة حوالي نصف قرن من الزمان نعم طيب دكتور يعني موضوع التشغيل بشكل عام يعني نحنا كلنا بنعرف إنه ما فيش تسهيلات بيئية كافية للأشخاص دول إعاقة في العمرات والمباني وأماكن العملية حتى قطاع الخاصة قد يكون يعني ما بدي أحكي مستحيل ولكن صعب جدا لأي شخص مع إعاقة معينة إنه يلتزم في بيئة عمل لأنه ما في تسهيلات بيئية أليس هذا يعني جزء كبير من المشكلة؟ هذا هو يعني القطب الثاني من المشكلة زي ما حكينا زي ما تفضلت إنه المرافق عندنا بشكل عام غير مهيئة القطاع الخاص مع أنه ملزم بموجب القانون وكودة متطلبات البناء إنه يكون مهيئة لكن هذا على أرض الواقع ما بتم السبب في هذا إنه في خرافة عند أصحاب العمل بعتقد إنه الترتيبات اللي بدوا يعملها راح تكلفوا بدون عائد لكن اللي برجع لأي دراسة عملت إشي اسمه حساب أو تحليل التكاليف وعوائد التكاليف سيجد إنه أنت هنا برؤية إذا هيأت المبنى عملت منحضرات عملت مؤشرات أرضية راح تفيد كل الناس اللي بتيجي عندك من عاملين من أشخاص ضوء إعاقة من كبار سن كل من هو بحاجة سيستخدم هذا الموضوع وستصبح جهة جذب لمزيد من المتعاملين معك تخيل لما بنك بيكون مهية من كل النواحي كم عدد الأشخاص ضوء الإعاقة اللي رايحين يزوروا هذا البنك فيه بنك بدون ذكر أسماء بس كان ذكي عمل فكرة قبل ست سنوات عمل أول بنك بيعمل ATM ناطق للأشخاص ضوء الإعاقة وركب ثلاثة ماشين وعمل عليها ماركتنج بالسوق عدد الأشخاص ضوء الإعاقة اللي حولوا حساباتهم في هذا البنك كان عدد كتير كبير احنا بنحكي عن مئات الألوف عن عشرات الألوف من الكاستمرز أو العملاء المحتملين لدى هاي الجهات فالتفكير ما بدي أحكي مسؤولية مجتمعية ولا أنه اعمل خير وادخل الجنة لأنك بتعمل خير لا احسبها بيزنس حتى سبها بالعوائد والفوائد راح تطلع أنت اللي كسبان لما بتكون أنت مستوعب لكل الناس نعم نعم طب دكتور شو وضع الأشخاص ضوي الإعاقة بالنسبة لسوق العمل هل عنا أرقام يعني هل عنا أرقام بالنسبة ل يعني إحنا لما نحكي ضوي الإعاقة عام نشمل يعني كثير من الإعاقات صحيح بشكل عام صحيح تقرير تحليل واقع الصعوبات اللي طلع عن دائرة الإحصاءات العام من سنة 2015 يقول بأنه نسبة الناشطين اقتصاديا يعني وهذا بشمل اللي بعمل بالقطاع الاقتصادي الرسمي وغير الرسمي ولآخره 27% من إجمالي عدد الأشخاص ضوي الإعاقة اللي المفروض يكونوا بيشتغلوا نسبة الباحثين عن العمل 6% و 66% لا بيشتغلوا ولا بيبحثوا عن عمل علش سامحنا دكتور نعيد الأرقام 27% ناشطين اقتصاديا تمام 6% بيبحثوا عن عمل 66% لا هم بيشتغلوا ولا بيبحثوا عن عمل والعدد الكلي كم العدد الكلي ما في رقم بنحكي عن التوتل من كل الأشخاص ضوي الإعاقة اللي يفترض أنهم مدموجين بسوق العمل لكن عدد الأشخاص ضوي الإعاقة فاصل 11-2% يعني بتحكي عن مليون شخص بدك تعمل حسب تشوف اللي اللي فوق الثمنطعش منهم واللي محتمل أن يكونوا بيشتغلوا فأنت عمليا تقدير جزافي مني ما منحكي عن أقل عن أقل من يمكن 150-200 ألف شخص ما بعرف بس 66% من هدول الأشخاص دكتور ما بيشتغلوا وما بيدوروا على الشغل ما بيدوروا على الشغل ليش؟ أنا في رأيي ما بيدوروا على شغلوا وما بيشتغلوا يعني تقدير الشخصي ما في دراسة علمية هو سبب الإحباط يعني أنت لما بتشوف الوضع العام بتشوف التجارب أنه أنت كشخص من ذوي الإعاقة فرصة قليلة سوق العمل سوق بيئته طاردة للأشخاص ذوي الإعاقة وليست جاذبة فبتستسهل أنك تلجأ لصندوق المعون الوطنية تلجأ لأي وسائل أخرى عن ما أنك تبذل جهد وتدور على عمل لأنه أنت شايف أنه الأفاق مش كثير مفتوحة أمامك نعم نعم مية بالمية صندوق المعون الوطنية يعني بما أنه حضرتك ذكرت هذا الموضوع بالتالي كيف بتعامل مع الموضوع؟ صندوق المعون الوطنية بعطي عنده برنامج للأشخاص ذوي الإعاقة بعطي الإعاقات الشديدة جدا ضمن شروط معينة يعني بأخذ الشروط المنطبقة على الآخرين لكن لديه برنامج خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة الأسر اللي عندها إعاقة أو أكثر وبعطيهم أنا فيما أذكر يعني ما أحد يأخذ هذا الرقم أنه مؤكد أو نهائي لكن من ذاكرتي عدد الأسر والأشخاص من ذوي الإعاقة المستفيدين من صندوق المعونة بوصلوا قرابة الخمسة عشر ألف تقريبا نعم نعم دكتور طيب يعني دكتور يعني حاليا نحنا إذا عم نفكر كنظام أو نفكر كبرنامج أنه نحنا يساعدنا في هذا الموضوع شو الخطوات اللي لازم أنها تنعمل؟ أهم خطوة يعني تغيير العقل شوف أنت لو عندك كل التكنولوجيا اللي في العالم حتى لو عندك كل المصاري اللي في العالم إذا صاحب العمل المنتاليتي المايند سيت عنده العقلية مش متقبلة أنه يشغل أشخاص ذوي إعاقة ما رح تنجز شيء لذلك إحنا كمجلس يعني أنا بحمل نفسنا المسؤولية بالدرجة الأولى والأشخاص ذوي الإعاقة الناشطين وجمعياتهم وكل المعنيين يجب أن نبرز أو نقنع أصحاب العمل وهذا بدأنا فيه ويتطلعوا على تجارب مماثلة بأنه تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة هو مكسب هو التزام بالقانون بالدرجة الأولى لكن هو أيضا مكسب اقتصادي وعائد للاقتصاد القومي ولصاحب العمل نفسه بكرة بدل أنت لما ما بتشغل أشخاص ذوي الإعاقة عمليا عمالك بتكون طوابير بدها توقف أمام صندوق المعونة الوطنية مستقبلا طوابير من الناس المحبطة اللي منزعجة من الوضع طب تشغيلهم وإنتاجهم ويصوروا دافعين ضرائب هذا أفيد يعني هذا بكل المقييس أفيد لذلك تغيير العقلية شرح كيف النتهيئة بيئة العمل تعود بالفائدة على الجميع تعديل منظومة التشريعات اللي بتنظم العمل في القطاع الخاص الأنظمي اللي متعارضه مع القوانين هاي كلها خطوات يجب أن يتم اتخاذها وزي ما حكيت لك أستاذ هيثم نحن بصدد تعديل النظام وزارة العمل على وشك أنها تصدر نظام رائع أنا أقول رائع اسمه نظام تشغيل الأشخاص ذو الإعاقة جداً رح يحدث ثورة في تشغيلهم بالقطاع الخاص هذا النظام إذا طلعوا طبق رح يعمل فارق كبير 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 مع الأشخاص ذو الإعاقة نعم شو أبرز ملامحهم بما أنه خبرتك متفائل جداً فيه هذا النظام أولاً بيكرس إشي اسمه مدرب العمل أنه أنت بتروح تشتغل إذا محتاج جوب كوتش أو مدرب عمل بدي يكون معك يدربك على الوظيفة هذا بنفع الأشخاص ذو الإعاقات الذهنية هذا النظام يستعين تماماً بالعمل المرن يلزم صاحب العمل بأنه يكون مستوعب ومرن في تشغيلك إذا كانت إعاقتك تقتضي أو طبيعة الإعاقة أو متطلباتها أنك تشتغل عدد ساعات معين شفتات نهرية بدل ليلية أو العكس وأهم شيء اللي أنت أشرت إلى أستاذ هيثم تقديم كل ما يلزم من ترتيبات تيسيرية ووسائل مساندة وتكنولوجية لتمكين العامل من ذو الإعاقة أنه يؤدي مهام وظيفته أنا أعتقد هذا النظام إذا طلع زي ما أنا شفته بمسودته شبه النهائية رح يكون نظام جداً جداً ممتاز جميل جداً نحن في النهاية دكتور طرحنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا سؤال يقول هل تعتقد أن الدولة والمجتمع يقومان بدورهما المطلوب لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل 14% من الأشخاص كانت الإجابة نعم 86% كانت لها يعني بتوقع منطقية بتفهم هاي الإجابة بتفهمها أنه هلأ يقوموا يقوموا 86% لأنه مششعرين بشيء وأنا بعذرهم لأنه زي ما حكينا أنت لما بتعالج مشاكل متراكمة إلها 50-60 سنة نعم أصعبها أنك تغير الفكر وتغير الثقافة في سوق العمل موضوع بده ياخد وقت للأسف يعني نعم نعم مية بالمية شكرا جزيلا لحضرتك دكتور الله يساعدك الله يعطيك الصحة والعافية والعمل أنتوا بقى الفخير إن شاء الله يعني منساهم في تغيير الواقع إن شاء الله شكرا جزيلا يأتيك أهلاً وأهلاً أهلاً شرف